اشتركوا في القناة التأهيلي وان شاء الله هيكون موجود في معسكر النادي الاهلي اللي هيكون في النمسا آخر الشهر ده وهينضم للتدريبات الجماعية اللي هتبدأ يوم 24 أغسطس الجاري النادي الاهلي عارفين طبعا دلوقتي حصل على راحة سلبية بعد نهاية الموسم اللي كان طويل جدا وأنها كولر بالعلامة الكاملة كل البطولات اللي شارك فيها كولر توج بها البطولات المحلية ودوري أبطال أفريقيا وان شاء الله خلاص النادي الاهلي بنسبة كبيرة هيكون موجود معه إمام عشور في كل المباريات الرسمية في الموسم الجديد عارفين طبعا النادي الاهلي هيروح يلعب في النمسا قطشين والديين استعدادا للموسم الجديد إمام عشور يعني ممكن ياخد جزء بسيط من المباراتين دول وبعد كده هيكون جاهز لأول مشاركة رسمية مع النادي الاهلي في منتصف سبتمبر المقبل بنسبة كبيرة هتكون موعد مبارات السوبر الأفريقي نادي الاهلي والتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية ان شاء الله في السعودية الشهر اللي جاي أول مباراة هيظهر فيها إمام عشور بتشيرت النادي الاهلي مع الفريق بعد ما خلاص قطع شوت كبير جدا في العودة للملاعب بعد الإصابة اللي اتعرض لها بين طبعا إن إمام عشور لسه ما بدأش مشواره مع النادي الاهلي وكان بيجري عملية التأهيل دي كارج النادي الاهلي لأن النادي الاهلي حاليا قاصل على راحة سلبية ومفيش لعيبة وخولر كمان واخد أجازة ومتواجد في سويسرا الراجل كان يتكلم على الموسم الجديد وقال أنا مبسوط هنا مش همشي ولا حاجة زي ما الكلام اللي أحيانا كان بيطلع أي مجرد بياخد أجازة ويسافر بالزاد سويسرا بعد موضوع فيلر بقى أي حد ياخد أجازة ويروح سويسرا بيحصل شوية قلق كده لكن الراجل يتكلم الحقيقة هناك مع وسائل إعلام سويسرا بيتكلم على مستقبله مع النادي الاهلي وقال إن شاء الله أول ما هيرجع هيتكلم مع الكابتن محمود الفطيب رئيس النادي الاهلي على تجديد عقده اللي ينتهي السنة اللي جاية والراجل بيقول إنه هو مبسوط وسعيد جدا بالعمل مع النادي الاهلي بعد الموسم الأول اللي كان تاريخي بالنسباله وحقق فيه كمس بطولات مع النادي الاهلي دي كان يعني تخطيطنا عن إمام عشور النهاردة فيه كمان خبر تاني مهم بالنسبة للنادي الاهلي إن ربطة الاندي المختارفة أعلنت رسميا إعفاء النادي الاهلي من أي مباراة في الدوري خلال فترة من أكتوبر لنوفمبر لارتباط النادي الاهلي بالمشاركة في دوري السوبر الأفريقي تزامات كتير جدا هتكون مع النادي الاهلي في الفترة اللي جاية تقريبا تسع بطولات ممكن نشوف النادي الاهلي بيشارك فيهم في الموسم الجديد بطولة الدوري بطولة السوبر المحل بطولة كاس النغبة اللي هو السوبر الجديد بمشاركة أربع أندية بطولة السوبر الأفريقي بطولة دوري السوبر الأفريقي بطولة دوري أبطال أفريقيا وفيه كمان بطولة كاس مصر الخاصة بالموسم اللي فات وبطولة كاس مصر اللي هتكون إن شاء الله في الموسم الجديد ومسك الختام كاس العلم للأنديا إن شاء الله شهر ديسمبر هتكون في جد ارتباطات كتير والتزامات كتير نادي الأهل هيبدأ الاستعداد من 24 أغسطس الجاري وإمام عشور هيكون متواجد وهيسافر مع الفريق في مؤسكر النمسا عشان يكون متواجد بشكل رسمي في مباراة اتحاد العاصمة السوبر الأفريكي إن شاء الله منتصف سبتمبر المجدد دي كانت آخر أخبارنا عن إمام عشور نجم النادي الأهلي جديد إن شاء الله نتقابل في تغطيات بديدة وبنشكر خدراتكم على المتابع